السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهاردة هنتكلم على شابتر 10 اللي هو الباسوجين اند اميونيتي. هنحب نعرف الاول what is the باسوجين? او بارازاين. الباسوجين عبارة عن مايكرو ارجانزم can cause disease. يبقى اي مايكرو ارجانزم can cause disease بسميه باسوجين. طبعا المايكرو ارجانزم في منها حاجات كتير زي البايروسز الباكتيريا الفانجاي البروتكتستا. الفيروسز امثلا الانفلوانزا والريبيز والاشا اي في. الباكتيريا زي الكوليرا والتي بي والسيفلس. الفانجاي زي ال ring worm والاسلت فود. والبركتستا زي الملاريا والأمويبيك الديزنتري. يبقى انا عندي المايكرو ارجانزمس زي الفيروسز والباكتيريا والفنجاي الاربع انواع دول اللي منهم بيسبب بسميه ايه باسوجين لان طبعا في فنجاي ما بتسببش اي ديزيز فما ينفعش اسميها ايه باسوجين وفي برضو او بكتاريا ما بتسببش ديزيز فمش هسميها باسوجين يبقى كلمة باسوجين مربوطة بان المايكرو ارجانيزم يسبب كوز ديزيز طب اللي بيحصل انه once الباسوجين enter the body it start to harm the body سروق ايه حكتين leaving inside the cell and using cell resources طبعا البكتاريا او الفيروس حيدخل السل يبدأ يستخدم ال resources بتاعة السل اللي جوه عشان يبدأ هو يعمل replication او يعمل كوبز من نفسه اوكي فبيستخدم كل البروتينز اللي موجودة جوه السل وكل اللي موجودة في السل فطبعا ده حيقضي على السل اوكي الحاجة التانية producing toxins as a waste product نتيجة replication بتاعة المايكرو ارجانيزم ده سواء بكتاريا او فيروس او فانجاي اوكي بيانتو جيه waste product ال waste product دي بتبقى toxins ليه السل بتاعة الهوست نفسه هنعرف بعد كده يعني ايه الهوست اوكي يبقى ليه بسميه باسوجين لانه ايه كوزنج ديزيز طب هو كوزنج ديزيز عن طريق ايه وبيبقى مضر وممرض عن طريق ايه انه بيدخل السل وبيستخدم كل ال resources بتاعتها فبيؤدي الى ايه الى موت الخلايا ديز بتاعة الخلايا بالاضافة انه هو producing toxins as a waste product كل ال waste product اللي بتنتج عن اللي بتنتج عن والميتابوليزم بتاعت المايكرو ارجانيزم بتبقى توكسيك للسل ذات نفسها هنحتاج نعرف كزا definition اول حاجة يعني ايه انفكشن الانفكشن هو يعني انت لما جسمك يدخله فيروس الانفلوانزا ويبقى عندك اللي هو البرد بسميك ايه بقيت ايه يعني مصاب بالبرد فكلمة انفكشن اللي هو عملية دخول الفيروس او البكتيريا او اي باسوجين داخل الخلية بتاعة الانيمال يبقى الانفكشن عائل او مضيف لان انت اللي بيجي لك الفيروس ويبقى موجود عندك كانك بتستضيفه فالانفكشن هو دخول الفيروس للسل والسل دي بيعتبرها هوست لان هي اللي بتعيل او بتقوي هذا الفيروس داخلها فبسميه هوست طيب الترانسيمابل ديزيز it is a disease can be transmitted from one host to another ايه الترانسيمابل ديزيز اللي هو الديزيز اللي ممكن يتنقل من شخص لشخص تاني اي ديزيز يتنقل من شخص لشخص تاني بسميه اي ترانسيمابل يعني قابل للنقل او ممكن يحصل عن المرض ده عدوى زي بالظبط لما بيكون في البيت في واحد عنده برد بيبدأ يعتص ويكح وبتاع هتلاقي كل افراد البيت في الغالب بيجي لهم ايه بيجي لهم برد نتيجة ان الفيروس ده بيمشي في الهوى في الار دروبلتس في بيبدأ كمان الاشخاص اللي جنبه يتعدوا فبسميه ايه ترانسيمابل ديزيز اوكي يبقى it is a disease can be transmitted from one host to another طب عايزين نعرف how pathogen enters the body ازاي pathogen بيدخل الجسم بيبقى في طريقتين يعمى direct contact يعمى indirect contact في direct contact pathogen pass directly from one host to another by transfer of body fluid زي البلود او السيمن وعمثال الامراض دي او ال disease دي زي HIV او الجنورية او الهيباطايتس بي انسي وعشان كده بسمي الباسوجين ده contiguous يعني ايه يعني الباسوجين مش هيتنقل من شخص للتاني الا من خلال نقل حاجة معينة زي الدم حد مسلا عمل نقل دم والدم بتاع الشخص ده كان فيه هباطايتس سي او هباطايتس بي او HIV فالشخص اللي ما نقوله الدم ده بيتعدي كمان بهو بالامراض دي ماشي لكن من غير نقل الدم او السيمن ده اوكي حنلاقي الشخص ده ممكن ما يجلوش ابدا HIV او جنورية او هباطايتس سي او بي او استخدام مثلا حقن ملوسة الحقن دي كان واخد بيها واحد عنده مرض مثلا HIV وبعد ما اتحقن بالحقن دي اتخدت الحقن دي واحد تاني استخدمها هتبص تلاقي اله تنقل لليه للتاني فيبقى فيه هنا دايريكت كونتاكت انه المرض تنقل عن طريق بودي فليويد زي البلود او السيمن طب الان دايريكت كونتاكت دي الطريقة اللي بيتنقل بيها معظم الباصجن انه هو ان دايريكت لي ترانسميتد عن طريق مثلا ايه عن طريق الاير زي الفلو فتلاقي مثلا الايه الاير دروبلتس بتبقى شايلة الفيروس ومشي في الهوى واحد تاني قاعد في نفس المكان وصلته الاير دروبلتس دي واستنشقها وصيب ايه بالفلو زي ما بنبص كده نلاقي حد في البيت عنده برد بعدها تاني يوم تبص تلاقي ايه اخوه جاله برد ممتا ممتا جات لها برد وهكزا اوكي يبقى ايما عن طريق الاير او عن طريق الاكل والشرب زي السلمونيلا او الكوليرا السلمونيلا تيجي من الكنتاميناتد فود والكوليرا تيجي من الكنتاميناتد ووتر انه الاكل ما يكونش مطبوخ كويس وان المياه ما تكونش يعني المعالجة بتاعتها مظبوطة او يكون فيها السيويج وصلت لها اللي هي الصرف الصحي وصلت لي مها الشرب فممكن تسبب كوليرا يبقى انديركلي عن طريق اما الهواء او الميا او الاكل او عن طريق فكتور فكتورز يعني انيمال تاني بيبقى حامل للباسوجين وبيروح ينقله لانيمال تاني زي ايه زي عندك مثلا ايه البعود اللي هو ايه الموسكيتو الانوفلس بيبقى فيها المالاريا شايلة الارجانيزم بتاع المالاريا اللي هو البلازموديوم فاليسيبارم تروح تيجي تعودك وتنزل الارجانيزم ده جوه مجرى الدم بتاعك فتبص تلاقي جالك ايه جالك مالاريا لو هي البعودة دي شايلة البلازموديوم فلاسيبارم زي كمان الريبز الريبز بيبقى موجود في صلايفة بتاعت الدج والراكن والبال يبقى انا عندي دلوقتي هنا في الانديريكت كونتاكت فيه تلات حاجات ياما عن طريق الهوى زي الفلو ياما عن طريق الاكل والشرب زي السلمونيلا والكليرا ياما عن طريق فكتور يعني انيمال بيبقى وسيط شايل الارجانيزم ده او الباسوجين ده وينقلوا لانيمال تاني زي مسلا الريبز بتتنقل عن طريق الدجز والراكن والباتس اللي انها موجودة في الصلايفة بتاعت الحيونات دي عشان كده لازم ناخد برنا جدا من الكائنات دي بالاضافة للفيميل انوفيلس بتشيل الباسوجين بتاع الملعية يبقى باسوجين انتر ايزر دايركت اور ان دايركت كونتاكت طب احنا عارفنا دلوقتي ازاي الباسوجين اه انتر زاب بودي اوكي عايزين نعرف الديفنس ميكانيزم اجينست الباسوجين ايه الديفنس ميكانيزم اجينست الباسوجين حنلاقي فيه تلات حاجات ميكانيزم ميكانيكال بارييرز وفيه كيميكال بارييرز وفيه السلس اول حاجة الميكانيكال بارييرز هي ايه هي عبارة عن استراكشور ميك ات ديفيكال توباسوجين تو انتر زابودي زي ايه زي حنلاقي في النسرل النوز عندك فيها هيرز الهيرز دي ترابينج زا داست زات مي كونتين او كاري باسوجين فتمنع انه الدست اللي فيه باسوجين يدخل ليه الريسبيراتوري سيستم بتاعك كمان الاسكن بتاعك الانتاج تسكن برفينت باسوجين فروم انترينج يور بودي لانه فيه سيك ديد لاير من السيلز كونتينينج بروتين كولد كرياتين فبيبقى الاسكن طبقة الاسكن هارد اناف اوكي تو برفينت البنتريشن بتاع الباسوجين مش قادر يدخل نتيجة ايه الاسكن ده بس لو كان الاسكن ان تاكت طب لو حصل ووند ده هنا الاسكن وحصل ووند المفروض انه البودي فيه ميكانيزم بيعمل ايه بيعمل بلاد كلوت تو سيل زوون تو ستوب بليدنج لأول حاجة لانه لو فضل الجرح ده مفتوح ومحصلش بلاد كلوت هنا الباسوجين سهل جدا يدخل للايه البلاد ستريم عندك ويسبب فبيبدأ ايه اول ما يحصل كوت او وون يبدأ الدم يعمل كلوت علشان يقفل هنا في البليدنج يقف وفي نفس الوقت يمنع دخول الباسوجين او المايكروبز للبلود ستريم يبقى الانتاكت سكن والنصر اللي موجود فيها الهير دولة من الميكانيكال باريورز اللي بتمنع او بتمنع الباسوجين من انه يدخل الجسم وبنقول عليها كا ايه ديفينس ميكانيزم ايه ديفينس ميكانيزم التاني اللي هو ايه كيميكال باريورز هنلاقي ان الالمنتراي و الريسپيراتوري ساستم بيبروديوس ستيكي ميوكس بيعمله ميوكس تتراب الباسوجين فبيبقى فيه في الالمنتراي كنال تول ما انتماشي في الالمنتراي كنال هنا فيه بيبقى ميوكس موجود فلو فيه اي باسوجين هم يروحوا لازق فيها عشان يمنعوه انو يكمل ويبدأ الميوكس ده بعد كده حيروح على الاستومك اوكي اللي فيه ايه اللي فيه اتش سيل فيقتل الليه البكتيريا دي وفي الراسباراتوري سيستم هتبص برضه هتلاقي فيه ميوكس بيعمل ترابنج ليه الباسوجين ده وبيطلع بقى عن طريق ليه الكاف او السنيزينج او لو تبلع يدخل على الاستومك مرة تانية ويوصل لله سيل اللي برضه هيكسر لي او يقتل لي الباسوجين يبقى عرفنا هي عبارة عن الميوكس او اللي في الاليمنتري كانال تعمل ترابنج للباسوجين الحاجة التانية اله سيل اللي موجود في الاستومك لو كمل الباسوجين في الاليمنتري كانال ووصل للاستومك حيتقتل بواسطة اله سيل اللي ان اله سيل اللي معروف ان هو سترونج عزل طب لو فرضنا ان الباسوجين قدر يعد من الميكانيكال باريور وقدر يعد من الهيه الكيميكال باريور يجي هنا بقى دور السيلز وصل دلوقتي للبلود ستريم تمام وعدى من الحاجتين الاولانين تبدأ بقى السيلز تقوم بدورها ايه اهم سيلز موجودة في البلود في عملية الهيه اللي هي الوايد بلود سيلز نختصرها وايد بلود سيلز دي بتبدأ تعمل ايه تقاتل بقى او تكافح هذا الباسوجين عن طريق حاجتين اول حاجة بتعمل انجولف للباسوجين باي فاجو سايتوزيس ان دايجستد يعني ايه فاجو سايتوزيس ادي عندي الوايد بلود سيلز ودي النيوكلاس بتاعتها بتبقى سيجمينتد كده كزا لوب طبعا وعندي هنا لو رسمناها كده ادي عندي دي الوايد بلود سيلز ودي النيوكلاس بتاعتها وعندي هنا الباسوجين اهو يبدأ اللي يحصل انه النيوتروفيل او الوايد بلود سيلز بتعمل انجولف يعني بتبدأ تروح وتبدأ تمد دراعات حوالين الباسوجين سوري كده لحد ما ايه تحوطه تماما وتروح ايه قفل عليه واتدخله جواها ويبقى الشكل النهائي بالشكل ده هادي الوايد بلود سيلز وجواها هنا الباسوجين دخل جوا تبدأ تفرز عليه بقى الانزايمز في الفاكيولز دي وتروح ايه قتله ودي العملية دي اللي بيسموها ايه الفاجو سايتوزيس اوكي ويبدأ ايه تدخله جواه وتبدأ ايه تقتله تمام يبقى دي عملية الايه الفاجو سايتوزيس انه تعمل انجولف ليه الباسوجين جواها وتبدأ تعمله دي جيش طب ايه الحاجة التانية اللي بتعملها الوايد بلود سيلز ان هي بروديوسينج انتي بودز هنعرف يعني ايه انتي بودز بالتفصيل فهي بتعمل بروديوسينج للانتي بودز اجينز زاد باسوجين توكل ات اوكي يبقى في حاجتين بتعملهم الوايد بلود سيلز انجولف زاباسوجين باي فاجو سايتوزيس ان دي جيستي بروديوسينج انتي بودز اجينز زاد باسوجين اوكي دلوقت احنا عرفنا ايه هو الباسوجين وهاو باسوجين انتر زابودي وعرفنا ايه ديفنس ميكانيز عايزين نعرف هاو تو كنترول سبريد اف ديزيز فيه اربع حاجات عشان اعمل كنترول لسبريدنج اف ديزيز اول حاجة الفود هيجين بالنسبة للفود هيجين الهاند وووشنج هنا هي اساس كل حاجة بالنسبة للفود هيجين وبالنسبة للسفتي عموما يبقى الهاند وووشنج هتلاقي دايما الطباخين اللي هم الشيف هتلاقيهم دايما لابسين يونيفورم كده ابيض جميل اوكي وطاقية فوق دماغهم علشان يمنعوا انه البكتيريا على جسمهم توصل للاكل تمام الحاجة التانية انه انا لازم امنع الاكل او امنع الانيمالز انه هي توصل للاكل فدايما لازم اغطي الاكل ماينفعش انه انا سيب طبقا كده فيه الاكل عريان هتبصة هتلاقي فيه الفلايز اوكي جات ووقفت عليه طبعا هي كانت وقفة بقى شوف بقى على مزبالة فين بالزبط اوكي وجات ووقفت برجلها تانية على الاكل اللي انت بتاكله بعدين انت جي تاكله طب ما هنا قالت لك قرف من الزبالة على الاكل بتاعك يبقى الاكل بتاعك لازم يبقى دايما مغطيه عشان كده لما تروح تاكل لازم تبقى متأكد ان الاكل اللي انت هتاكله لو هتاكل من برا ان الاكل ده اكل كان متغطي مش مكشوف للدبان والنموس والقرف والتراب لان التراب برضو هتلاقي فيه بكتيريا تمام يبقى الهاند ووشنج مهم جدا الفوت بريبريشن ووركرز دايما لابسين يونيفورم ابيض وحتلاقيه دايما ابيض وحقولك بعد كده ليش معنا الابيض وانا امنع انه الانيمالز توصل للاكل بتاعي فدايما اغطي الاكل بتاعي علشان الهاوس فلايز وكمان الاثر سواء بقى ايه صراصير كوكرش كي فلايز موسكيتوز واتيفر حاجة تانية المفروض ان انا ما سيبش الاكل بتاعي في الروم تيمبريتشر لوقت طويل انا طبقت الاكل بتاعي اكلته وخلصته كان به ما خلصتوش يبقى اغطيه وحطه فين في التلاجة او الفريزر لو ينفع لكن اسيبه برا مدة طويلة اللي هيحصل ايه انه الميكروبات هتبدأ تنمو بسرعة في الروم تيمبريتشر لانه الروم تيمبريتشر دي احسن درجة ممكن تنمو عندها البكتيري طب انا عشان امنع نمو البكتيريا بالسرعة دي يبقى يحطه في الفريج او الفريزر درجة الحرارة واطية دي حتخلي نمو البكتيريا اقل بكتير تمام اغسل ايدي اغسل ايدي اغسل ايدي اغسل ايدي اغسل ايدي الرو الرو ميت المفروض الرو ميت ابعده عن الوزر زي الفريج و الفريج لان الفريج و الفريج انا مش هطبخها اوكي طبعا في بعض الفيج تابلز هطبخها لكن لو الفيج تابلز والفروتس دي اللي حتتاكل رو مجرد ان انا بس هحتاج ان انا اغسلها وكلها مفروض تتحط بعيد عن الرو ميت طب ليه لان الرو ميت فيها بكتيريا انا لما هعمل كوكينج اتهاي تمبرتشر للميت دي حقت للبكتيريا لكن لو انا كنت حاطت الروميت دي قبل ما اطبخها مع الفيج تابلز والفروت هتبص هتلاقي الفيج تابلز والفروت اخدت البكتيريا دي بقت كنتامينات بها وانت مش هتطبخ الفروت والفيج تابلز انت هتاكلها على طول يبقى هنا بقت فيه مشكلة ان انت ممكن يجيلك بالبكتيريا اللي كانت موجودة في الروميت قبل ما تطبخ يبقى دايما ما اجيبش بقى القطاعة اوكي اللي في المطبخ قطعت عليها اللحمة او قطعت عليها الفراخ اوكي ومن غير بقى ما تتغسل ولا حاجة او تتنظف واروح جايب بقى الفيج تابلز والفروت واروح ما اقطعها واروح واكل منها او احط الاتنين مع بعض مسلا في مكان واحد اخزنهم في كيس واحد مسلا برضو يبقى دايما الرو ميت قبل ما تتطبخ لازم تبقى بعيدة عن الفيج تابلز والفروتز طبعا لما اجي اطبخ اطبخ الفود كويس قوي وعند عشان ده حيقتلي تقريبا معظم الباسوجين في ناس حيقول لي بس معظم مصد ليه لانه 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 عندك التمبراتشور الهيس تمبراتشور 100 ديجري في الطبخ العادي في باسوجين اللي بتعمل سبورز مش هتموت عند 100 ديجري محتاجة اكتر محتاجة فوق 120 درجة مقاوية لمدة 15 دقيقة ودي بتبقى في الحلل البريستو اللي هي حلل الضغط ممكن ايه استخدمها الحاجة التانية اللي هي البرسونال هايجين دي بقى النظافة الشخصية ان انت دايما تخلي نفسك نظيف ده هيعمل دايما كل يوم اعتني بنظافة الشخصية اخد دش اخد بالي من ضوافري اخد بالي من شعري ما سيبش نفسي كده عرقان ومطرب ومتبهدل ده هيخلي ايه التشانس بتاع البكتيريا ان هي تسبب لي مرض كبير وفي نفس الوقت مش انا الواحد اللي هعيق ممكن ان اللي العيق ده الحد اخد بالي من اسنان بروشنج تيس ان يوز ماوس ووش والكيب هارمو هارمو باكتيريا اندر كنترول طبعا في بقنا فيه كمية ميكروبات كتيرة جدا معظمها او نورمال فلورا مفيدة لكن لو انا ما اخبتش بالي من اسنان ومستخدمتش البروشنج تيس والماوس ووش ممكن الباسوجين باكتيريا تنمو اكتر بسرعة وتبقى مش اندر كنترول وتسبب لي توث ديكاي وتعمل لي مشاكل في اللاسا حاجة التالتة الويست ديسبوزل المفروض ان انا عندي في البيت مجيش امسك سواء الاكل اسيب وعريان او اسيب بواقي الاكل في المطبخ يجي عليها الدبان وتيجي عليها الصراصير اوكي لازم اتخلص منها بطريقة مظبوطة في بواقي اكل مش خلاص خلص مش هيتاكل اروح واخد احطتها في كيس وحطتها في الايه الدست بن والكيس ده لازم يتقفل مفتوح 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 السراصير او الدبان يدخل فيه انا هنا كده بعمل كنترول لل spread of disease الرابش بن يجب ومفتوح الربش يجب الربش التاني الدست بن اللي عندي مفتوح وانا عمال ارمي هنا كيس مفتوح فيه دبان داخل وفيه صراصير داخل وعمال تاخد من هنا وتنقل تيجي بعد كده على الاكل اللي عندي وانا باكله فالمفروض الكيس ده هيبق مقفول والدست بين كمان ما تفداش مفتوح هتبقى مقفول عشان كده دايما بيبقى فيه رجلة هنا بتضغط عليها تفتح الدست بن ترمي الرابش بتاعك وبعدين تشير رجلك تروح قفلتين كيس الزبالة ده بقى او الرابش ده اللي عندك المفروض بييجي واحد متخصص بيجي ياخد الايه كيس الرابش ده ويودي في مناطق بعيدة عن السكان علشان يتخلص منها عن طريق الحر او باي طرق اخرى بالدفن مثلا كل الطرق دي عشان اعمل ايه كنترول لسبريد اوف ديزيز منساش لان لو انا ما عملتش دي الحاجات دي هبص الاقي ان انا مش قادر اسيطر على انتشار المرض لو في مرض هتبص تلاقي انتشار بسهولة نتيجة انه الحاجات دي مش بتتعمل مظبوط الحاجة الرابعة والاخيرة اللي هي المجاري بتعندك في البيت في مجاري تدخل الحمام سواء بقى فيسز او يورين بتنزل في المجاري المفروض المجاري دي قبل ما نتخلص منها الحكومة المفروض عاملة محطات للتريتمينت بتاعة السيواج بتبدأ تعالج مياه الصرف دي علشان تقتل كل البكتيريا اللي موجودة وتقدر تصرفها بقى في اي مكان سافلي تبقى ساف انه يتخلص منها يبقى السيواج is the liquid waste from houses that should be treated before disposal if not can contaminate drinking water resources and be harmful to human and animals طب لو ما حصلش التريتمينت دي ومية المجاري وصلت لمية الشرب من غير التريتمينت هتبصت تلاقي مية الشرب بقيت contaminated بالبكتيريا والباسوجل يرجع بعد كده الانيمال زاو الهيومنز يشربوا المية دي يحصل ايه يحصل spread للايه للديزيز وهكذا تمام طبعا هنشوف عندنا هنا كام سؤال سؤال الاولاني بيقول what is the باسوجل قلنا الباسوجل هو عبارة عن micro organism that can cause disease ده تعريف الباسوجل طب list three diseases caused by باسوجل زي زي الهيباطايتس بي او الهيباطايتس سي اللي هو الهيباطايتس فيروس في الريبيز هو مرض الكلب بيسموه في كمان السيفلس اللي هو الزهري تمام طبعا describe three ways in which باسوجل can transmitted from one person to another في كان direct contact contact مثلا عن طريق الهي transmit البلود او السيمن او عن طريق الهيباطايتس فيه الهيباطايتس والووتر اللي هو الكوليرا فيه ايه كمان فيه كمان عن طريق بفكتور اللي هو زي مين زي الدوكز والراكنز والباتس الصلايفا بتاعتهم فيها ايه فيها الريبيز لتنقل الريبيز وفيه كمان الفيميل انوفيلس اللي بتنقل ايه المالاريا اوكي طب او عندي الميكانيكال باريير زي ايه الميكانيكال باريير الهير اللي موجود في ايه في النوستريل فهو بيعمل ترابينج للدست اللي ممكن يكونش هاي الباسوجين فيه كمان عندي الانتاج سكن ده هارد انه البكتيريا تعمله بنتريشن وتدخل عن طريقه طب ولو فيه كت البلوت بيعمل كلوت عشان يسد القط ده او الووند ده فيمنع دخول البكتيريا ويمنع كمان يوقف البليدنج فيه كمان فيه كمان الستيكي ميوكس اللي موجود فين في الالمنتري كنال وفي الريسبياراتوري سيستم وفيه اله اللي موجود فيه الستومك دولة من الكميكال بارييرز فيه كمان السيلز اللي موجودة في البلوت اللي هي الوايد بلوت سيلز دي بتعمل حاجتين بروديوسينج الانتيبودز اللي هي الأجسام المضادة وكمان بتعمل ايه فاجو سايتوزيس طب حنيجي انا بقولك في الفجر ده لابس قبعه على دماغه ولابس له يونيفورم لونه أبيض قبعه على دماغه دي عشان يمنع انه الشعر بتاعه ينزل يقع في الأكل اللي هو بيحضره ممكن يكون الشعر بتاعه ده أولا الشعر انت تلاقي أكل تروح مطعم وتلاقي أكل طبق جهلك وفيه شعر دي حاجة أولا مؤرفة حاجة تانية انه الشعر بتاعه ده أكيد فيه بكتيريا فممكن يتنقلك لبسه اللون الأبيض علشان يبقى دايما متأكد انه اليونيفورم بتاعه نظيف لانه اللون الأبيض سهل جدا انه يتوسخ فيبان عليه فيه أي ديرت أو وساخة فيبدأ يغيره بالإضافة انه اليونيفورم اللي بيلبسه الوركر ده أو الشيف ده بيمنع انه أي بكتيريا موجودة عنده تتنقل للأكل تمام طب هنتكلم دلوقتي على حاجة مهمة جدا اللي هي اليميون سيستم اليميون سيستم اللي هو اللي بنسميه الجهاز المناعي اللي هو مسؤول عن حماية الجسم بتاعك جينس البكتيريا والفيروس والمايكرو ارجانيزم كلها أو الباسوجين بشكل عام طب اليميون سيستم ده بيكون من ايه طبعا هو زي ما قلنا مسؤول عن وبيكون من جزء جزء الاولاني بنسميه سيلولار اميون سيستم والجزء التاني هيوميرال اميون سيستم سيستم دي بيتخللها ايه او بتضم ايه كل السيلز المسؤولة عن الديفينز زي النيوترو فيلز والماكروفاج ودي بتقوم بعملية الانجالف في عملية بنسميها الفاجوسيتوز اللي احنا لسه كنا ايلانها ورسمانها من شوية يبقى الجزء الاولاني او البارد الاولاني من اليميون سيستم اللي هو السيلولار اميون سيستم اللي فيه سيلز زي النيوترو فيل والماكروفاج ودي بتعمل فاجوسيتوز للباسوج طب ايه الجزء التاني اللي هو الهيوميرال اميون سيستم وده هو المختص بعملية الانتيبوديز بروداكشن عن طريق الليمفوسايت الليمفوسايت دي برضو نوع من انواع خلايا الوايت بلوت سيلز لان الوايت بلوت سيلز هم عبارة عن خمس انواع منهم النيوترو فيلز ومنهم الليمفوسايت فيه تلات انواع تانيين اللي هم البيزو فيلز والمونو سايت والازينو فيلز بس بس اهم اتنين في الاميون سيستم بالنسبة للديفنس طبعا التلاتة التانيين برضو مهمين بس اهمهم النيوترو فيلز اوكي اللي بتعمل فاجو سايتوزيز والليمفوسايت اللي بتعمل البروداكشن للانتيبوديز وهي الليمفوسايت بتعمل سبيسيفيك انتيبوديز لكل باسوجن يعني كل باسوجن هتلاقيه سبيسيفيك ايه انتيبوديز تمام هنيجي نتكلم على الانتيبوديز هي الانتيبوديز عبارة عن ايه عبارة عن بروتينز مين بينتجها بتنتجها الليمفوسايت بس مش اي لينفوسايت لان انا عندي two types of ليمفوسايت في عندي نوعين من الليمفوسايت في عندي B ليمفوسايت وفي عندي T ليمفوسايت اللي مسؤول عن البيليمفوسايد مش التيلينفوسايد ماشي يبقى البيليمفوسايد هي خلايا من انواع خلايا الدم البيضة بتبقى مسؤولة عن البرودكشن والبيليمفوسايد بروديوسنج انتيبودز يعني البيليمفوسايد ما بتقعدش تطلع عن تيبودز كده عمال على بطال لا هي بتطلع نتيجة وجود باسوجين لو ما فيش باسوجين خلاص هي بتبقى في حالة ريستن نستنى انه يبقى في باسوجين طب عملية الريسبونس لوجود الباسوجين عن طريق انتاج الانتيبودز بسميه بسميه اميون ريسبونس يبقى الاميون ريسبونس هو بروداكشن اوف انتيبودز ان ريسبونس توزا بريزنس اوف باسوجين ماشي طب الاميون ريسبونس ده بقى في عندي منه نوعي في عندي برايماري اميون ريسبونس وده بيبقى سلو وويك بطيق بياخد وقت وضعيف وسكندري اميون ريسبونس ويبقى الاميون ريسبونس سلو وويك وده بيكون في اول مرة بيقابل الاميون سيستم بتاعك بيقابل الباسوجين لو اول مرة يشوف الباسوجين في ريستايم بيكون عبارة عن اميون ريسبونس سلو وويك ليه لانه انا لسه بتعرف على الباسوجين ده عايز اعرفه شكله طريقته نوعه فبياخد مني وقت في عملية الايدنتفيكيشن والرسبونس فتلاقي الانفكشن جالي وبدأت زي مثلا الفلو جاني وبدأت اسخن وبتاع ودرجة حرارتي تعله نتيجة انه لسه الجهاز المناعي بيحاول لمنه انه ريسبونس بتاعي لسه برايماري فبيحاول يتعرف على الفيروس ده وبيحاول يعرف ايه الانتيبودز اللي يقدر يكونها اجينست فبياخد يومين تلاتة مسلا عبال مايكون اجسام مضادة لكن ده بيكون ايه لو الباسوجين نفسه هو هو جاني جهاز المناع بتاعي خلاص عنده حاجة اسمها ميموري سلح انا بقى نقول ايه هي الميموري سلح عنده زاكرة انا فاكر انت لو جاء واحد خبط عليك بتفتح له ما بتبقاش عارف ده حرامي ولا واحد جاي جايب لك حاجة فبتاخد وقت عبال ما تعرف ممكن يطلع حرام لكن لو جاء لك مرة تانية انت خلاص عرفت شكله فخلاص انت عارف ان ده حرامي حتى تاخد على طول معاه الاكشن المزبوط تمام فبيبقى السكندري الميون سيستم جاهز فبيبقى سريع جدا في الاستجابة وبيبقى قوي جدا في الاستجابة تمام طب هاو دو انت بودز وورك دي حنخليها في الفيديو اللي جاي ان شاء الله اكي فارجو ان انتو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم الفيديو التاني ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة